بات ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين يثير المخاوف من ظهور متحورات جديدة ويترافق هذا مع أعلان السلطات الصينية انتهاء الحجر الصحي الإلزامي عند الوصول إلى البلاد فهل يمكن لهذه الموجة أن تعيد نشر الوباء خارج حدود الصين وهل العالم على استعداد للتعامل مع موجة جديدة للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت دكتور غسان الأعور الاختصاصي في الأمراض الجرثومية صباح النور دكتور كل عامه أنت بخير وشكرا لتلبيتك دعوتنا صباح الخيرات شكرا صباح الخيرات وينعاد عليكم جميعا إن شاء الله دكتور غسان هل يمكن لهذه الموجة من كوفيد 19 التي تشهدها الصين أي يكون لها تداعيات صحية خارج حدود الصين كما حصل في المرة الأولى نعم الحقيقة بالتأكيد أن الأعداد المتزايدة في الصين مع فتح الحدود الصينية فتح الحدود الصينية بالاتجاهين أي كما ذكرت حضرتك منذ قليل بأن الوافدين إلى الصين لن يتم عزلهم وفحصهم ومتابعتهم كذلك الأشخاص الصينيين الذين سيسافرون إلى الخارج إلى كل البلدان ليس هناك من قيود على صفرهم لذلك المتوقع بأن يكون هناك انتشار زائد أقول لا أريد أن أقول انتشارا كبيرا ولكن يمكن أن يصل إلى هذا الحد وفي معظم الدول التي يتوافد إليها الصينيون هذا شيء متوقع نعم أشار بحث صدر عن جامعة جونيف بأن المتحور الفرعي بي أف بونت سابن من سلالة أوميكرون يعد المسؤول الرئيسي عن هذه الموجة ماذا نعرف عنه حتى اليوم نعم متحور بي أف سابن هو من متحورات الأوميكرون أي أنه من سلالة الأوميكرون وفي سلالة الأوميكرون نتج عنها بي أفور بي أفايف البي أف سابن هو متسلسل من البي أفايف ولكن الشيء الجيد عن هذا الفاريانت الجديد أو المتحور الحاضر في الوقت الحاضر في الصين أن تأثيراته الصحية على جسم الإنسان وعلى الإنسان أي المرض عادة ما يكون أخف من ذي قبل أي أنه لا يتجه كثيرا نحو الرئتين يبقى في القسم الأعلى من الجهاز التنفسي ولذلك العوارد تشبه كثيرا عوارد الرشح العادي أو الكومون كول لذلك طبيا هذا شيء مطمئن نوعا ما بأن هذا المتحور يشبه المتحورات الأخرى الحاضرة في العالم أي البي كيو وان والبي كيو وان بوينت وان وتأثيراتها أخف بكثير على جسم الإنسان على الرئتين وعلى الصحة هذا شيء مطمئن نوعا ما نعم أكيد إن شاء الله اليوم وبعد أن عانت دول العالم دكتور من عدة موجات كوفيد-19 لها علاقة بأوميكرون هل المناعة برأيك التي اكتسبناها تخولنا حتى الآن أن نتعايش مع الفيروس من نفس السلالة؟ الحقيقة بأن المناعة المكتسبة من ناحيتين أم من ناحية التطعيم أو من ناحية العدوى الطبيعية أي الإنسان الذي يلتقط العدوى الطبيعية والمناعة التي تنتج عنها هذه المناعة جيدة بدون شك أنها جيدة ولكن لا تستمر لفترة طويلة تستمر لعدة أشهر ستة أشهر سبعة أو ثمانية أشهر لا تصل لحد السنة لذلك بدون شك أن حتى الأشخاص الذين قد أخذوا اللقاحات من قبل بعد سنة يصبحون عرضة للعدوى من جديد لذلك هذا الفيروس البي أفسابن والأوميكرون متحورات الأوميكرون تستطيع أن تتخطى هذه المناعة إذا لم تكن عالية ولكن كما ذكرت أيضا بأن كل هذه المتحورات أخف على الصحة أخف على جسم الإنسان وهنا يجب أن نذكر بأن التلقيح يجب أن يستمر خصوصا عند الأشخاص المعرضين للمرض الشديد أي الكبار في العمر عند نقص المناعة وكذلك الأشخاص الذين عندهم مشاكل صحية أخرى نعم نعم دكتور طبعا يعني ما زالت مواقع التواصل والمنصات تضجوا بالأخبار غير صحيحة حول كورونا وربما هناك يعني في عنا وباء كورونا وفي عنا وباء الأخبار الكاذبة يعني ربما بنفس الضرر أيضا وخوف الناس من متحورات أشد عداوة لكن يعني أريد منك أن نطمئن الناس بما يتعلق باللقاح هل نحن بصدد مثلا تطوير لقاحات جديدة أم دائمة تتصدى للفيروس يعني ما جديد اللقاحات نعم دعني أقول بداية أنه لا يجب أن نصهي إلى كل الأخبار في موضوع الكوفيد والكورونا يجب أن نكون حذرين منها الدقيق ومنها غير الدقيق أما بالنسبة للقاحات الحاضرة نعم هناك اللقاح الجديد والذي اسمه The Bivalent Toxin Bivalent أي أنه يحتوي على مواد من نوعين من الفيروس من الأومايكرون وكذلك من الفيروس السابق هذا هو اللقاح الحاضر وهذا هو اللقاح الموصى باستعماله في الوقت الحاضر وفعاليته جيدة وتحمي بنسبة كبيرة وهنا أذكر أيضا بأن الأشخاص الذين يجب أن يتلقوا اللقاح ويجب أن يتابعوا أي أن يأخذوا الجرعات التذكيرية أيضا من هذا The Bivalent Vaccine الأشخاص الكبار في العمر الذين عندهم نقص في المناعة أو أمراض مزمنة أخرى ويوصى باستعمال اللقاح في الحقيقة من عمر خمس سنوات وما فوق يمكن أن يكون أخذ اللقاح اختياريا بالنسبة للأشخاص في مقتبل العمر في أواصل العمر ولكن الأشخاص المعرضين للمرض الأشد يجب أن يأخذوا احتياطاتهم ويأخذوا اللقاحات والجرعات التذكيرية هنا أيضا سؤال بما أن نتحدث عن متحورات من نفس السلالة وبالتالي هي ربما نتعامل معها بشكل تسبب أقل ضررا على الجسم وأيضا اللقاحات لها فعالية لكن أيضا هناك خوف من ظهور متحور جديد ربما ويعني ما يكون عندنا أيضا مناعة عليه وبالتالي نرجع إلى نقطة الصفر إلى أي مدى هذا السيناريو يعني إن شاء الله ما بيتحقه بس إلى أي مدى هذا السيناريو ممكن احتمال يعني أنه أن يظهر بكورونا متحور جديد يرجعنا إلى نقطة البداية نعم نعم الحقيقة ظهور المتحورات يتبع قواعد بيولوجية معروفة ويمكن توقعها كما نرى أنه في الوقت الحاضر الانتشار الواسع لأومايكرون لماذا نذكر الأومايكرون لأن هذا الفيروس هذا المتحور نجح بأن يكون عنده قابلية الانتشار الكبير ولكن بأي ثمن بثمن للفيروس نفسه بأنه لا ينتج عنه عوارد شديدة عند العدوى عند الإنسان فهذا شيء مهم جدا هنا يجب أن يجب أن ننظر إلى الموضوع أن هل أن الفيروس سيعود إلى قوته لنقول ويخسر من قابلية انتشاره هذا عكس القواعد الطبيعية والبيولوجية والحياتية المعروفة فمن غير المتوقع أن يعود الفيروس إلى فعاليته الشديدة هذا أمر نادر الحدوث نادر الحدوث لذلك في الوقت الحاضر المتوقع أكتر بأن هذا الفيروس سوف تخف حدته مع الوقت إلى أن يصبح كفيروسات الرشح الأخرى وهذا الشيء المتوقع هنا سؤال خلال السنوات القليلة القادمة هنا سؤال لأنه يصبح نعم عفوا على مقاطعتك بس لأن ما تفضلت فيه دكتور هو بغاية الأهمية متى برأيك سيصبح إذن لطالما هناك قواعد علمية لانتشار الفيروس ولأيضا لانتشار المتحورات متى برأيك سيصبح وباء كورونا يعني مثل ما قلت كالرشح العادي هلأ نحن كناس مش متخصصين نلاحظ أنه صار فيه ربما أقل وفيات ربما أقل ناس عم بتعوز مستشفيات أكثر بسبب كورونا لكن الوباء مازال موجودا هل من تقديرات أو مؤشرات على أنه نحن أصبحنا أو امتلكنا كل الأدوات اللازمة للسيطرة على هذا الوباء نعم نعم هناك تفاؤل طبي وعلمي كبير بالسيطرة على هذا الوباء والسيطرة على الكورونا هنا أقول بأن الانتشار وكذلك قوة الفيروس متوقع أنها تخف مع الوقت من سنة إلى سنة فخلال سنوات قليلة المتوقع أن يصبح هذا الفيروس من فيروسات الرشح العادية أي أنه يصبح فيروسا موسميا آخر أي أنه عند بداية فصل الشتاء كما نرى الآن تأتي الرشوحات إلينا ويسببها عدة أنواع من الفيروسات وهي معروفة كلها معروفة يمكن البحث عنها ويمكن إيجادها ودرسها هذا شيء معروف فالمتوقع أنه خلال سنوات سيصبح الأومايكرون والكورونا ستصبح فيروسا آخر للرشح وهذا الشيء المتوقع وقد حدث هذا سابقا وقد حدث بأن بعض الكورونا فيروس أصبحت سيزونال فيروس التي تأتي في موسم الرشح فقط وعوارضها محدودة جدا نعم دكتور غسان الأعوى شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات المفيدة التي قدمتها لنا خاصة مع بداية العام الجديد يعني لنطمئن الناس أيضا حول كورونا شكرا لك دكتور غسان الأعوى يعني الاختصاصي في الأمراض الجثومية كنت معنا مباشرة من بيروت اشتركوا في القناة